اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم روحي وارواح العالمين لك الفدا غريب يا مظلوم كربلا روحي وارواح العالمين لك الفدا غريب يا مظلوم كربلا فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان روحاً ومن مسكها أبوعي وصونا لمجدك من أن يذال عزيز أبا عبد الله وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي ورعيا ليومك يوم الطفوف هذا رعيا نرعى يوم الطفوف بكل شيء بأرواحنا أبا عبد الله ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقياً بأرضك من مصرعي متتعطشان سيدي يوزع الماء على حبك أبا عبد الله وسقياً بأرضك من مصرعي كأن يداً من وراء الظريح خوش بها لفته والله موفقة خوش بها لفته اسمعوا ياي بس أريد دمعة منك ها أنا وياك أنا وياك ليه يا عبد الله والله من يستاهل الدمعة غير الحسين كأن يداً من وراء الظريح خمراء الله حسن ما شاء الله أهل تعزيه جاهزين ها ما شاء الله كأن يداً من وراء الظريح خمراء مبتورة الأصبع إشارة إلى بجدال لعنه الله الذي قطع إصبع أبي عبد الله عند سلب موسى اللي بول الحسين هذا ما لقى شيء لقى خاتم قطع أصبع الحسين لأن تجمد عليه الدم كأن يداً من وراء الظريح ما شاء الله عليك هذه الولاة هذه المجلس هذه التعزيه هذه دخل السرور على قلبي فاطمة نشوف مكانها على أولادهم كأن يداً سيديا صاحب الزمان كأن يداً من وراء الظريح حمراء مبتورة الأصبعي تشير إلى عالم بالخنوع والذول ذي شرق مترعي وتبدل جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي سيدي تصورت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي فقلت عسى دوي السنين بإهدا حادثك المفجعي وما ردت للمخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي ومن ناشرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمعي أريد من أنت أبا عبد الله أنت شمسوي بالناس هذا الشعر قول ليش أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تبلعي شلون اللي قال حسين بأي صورة وجدتك في صورة لم أراح بأعظم منها ولا أروعي وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضعي وا حسين رحم الله من نادى وا حسين الله من نادى وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضعي بعد بعد وأن تطعم المو يا بود خير البنين علي الأكبر شبيه رسول الله وماذا أعظم من أن يكون لحمك وقفا على المبضعي وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين المن؟ إلى الربعي بخير البني لأبي من هاشم من هو؟ أبو فاضل العباس بخير البني لأبي من هاشم وخير البني لأم من تبعي فيا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بيش؟ بالمطلعي يعني فضائلك ما تنتهي يا با عبد الله كلامي خلص شاعر يقول ولكن انتهت كرامتك لا شنو ختام القصيدة؟ فداء لمثواك من مضجعي بعد بعد ويبنى البتول وحسبي بها أمانا على كل ما أدعي ويبنى البطين بلا بطنتين ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي نحر قلبي للعقلة زيناء يا باب ألا يا رجال الحياة غيبتم جميعكم وخلفتم ويوف الدار تانع حريمكم بأي حالة بنات فاطمة حواسي ربا أين القوم تدعو وراءكم بشي الصيع أحبايا لا وغير الحماية ما أصابكم عتبتو ولكن ما علي الموت ما عتبو طلبوا هذا الطور العاشوري يريدوا ناس قالوا أن استأنس بالآه ولكن أريد آه من قلبك آه تستحقها فاطمة في أيام مصائبها على بنيها خصوص خصوص عزيزها أبو عبد الله أتقل لأخويا أخويا يا أخويا يا أبنم يا أبو علي أخويا أنا لنعاك أخويا لنعاك دهري والبس أسود آه إلىك إلىك العزاء الله ما شاء الله آه أنا لنعاك دهري والبس أسود ونوحب من حجاز يلحب ونوحب من حياة يا جايا زيال الحال إليك العزاء يا الله أخويا يا ابنم يا أخويا كتن الهضم يحسي الأحد أيو الله هس جنابك مهبوم على الحسين ساعد الله قلب زينب كتن الهضم يحسي اليوم لأم البنين أخلي بالأخير لأم البنين ولكن بيت هذا عندنا مرضى وعندنا حوائج مولاتي وأنت باب الله وأنت أهل البيت قالوا باب الحوائج إلى الله عادة عادة أم البنين تنعى على الحسين الخطباء ما يقولوا نعت على أب الفضل ولكن هذا بيت يستاهل أبو فاضل يقول زينب والعقيلة زينب بأيام العزاء تسألها أم البنين تسأل منه عن عزيزها يوم من الأيام لأبو الفاضل يستاهلها البيت تقولها يا زينب يا زينب للعباس لو صعبة تودوني تقولها تأخذون الكربلة يا زينب للعباس لو صعبة تودوني اشتردين أم البنين أريد شفوفة أريد شفوفة أريد شفوفة المستمتوني أريد شفوفة 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 أريد ش ماجور ما شاء الله عليك يا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلبين والعاقبة للمتقين قال تعالى في أحكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين عطروا مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد أنا قبل لا أبدأ عندي كلمتين فقط أولاً خاف شوية أطول دقائق فقط يعلم الله أحب التزم بالوقت لأن كوان في الفضاء يستمعون أنه في عبر الأثير يعني يعلم الله في نياغرا وفي هاملتون وفي تورنتو وفي أوتاو وفي العراق وحتى بعض الأخوة في أوروبا يأخذوا اللينك ويستمعون يعني فإذا طولنا عليهم نستميحهم ونستميحكم العذر وأنتم كرام والعذر عند كرام الناس مقبول نعم والثانية يعني اتصل بي أحد الأخوة ويسمعني هو من الناس الكرام جزاء الله خير الجزاء أنا أحب الملاحظات يعلم الله أحب الملاحظات يعني ما إذا خطأ إذا شيء تواصل وهو أنه قال لي خطابك شوية صار طائفي فأنا يعلم الله يعني شرفني الله عز وجل ولا أريد أن أتحدث عن نفسي أنا أقل الخدم يعلم الله هذا شعوري أقسم بالله والقسم غير محبب أقسم بالله العظيم أنا أشعر في نفسي أقل خدم الحسين عليه السلام الله إذا قبلني المولى أبو عبد الله أنا من أسعد الناس وإذا ما يقبلني الحسين أنا عياتي وقرائتي وتعبي كل ما يفيد مت بدأت سنة 1983 في زنزانات الأمن العامة في بغداد بدأت قراءة العزاء إلى الآن هاي طريقتي لأن أنا خادم لآل رسول الله أذكر ما يحبه أهل البيت وما يريده الأئمة أدعم ما بينه أنا خادم أنا مو منشئ أنا مو مؤسس أنا خادم صغير أنا عبد بل عبد لعبيدي آل رسول الله وأتشرف أن أكون عبدا كما قال شاعر إن كنت عبدا للحسين تشرتك فإنني أنا عبد لعبدي عبدي حسين صلوا على محمد الله الله يسألكم الله يعزكم فما غيرت يعلم الله عرفتوا أن هذا ما نجل ما غيرت أنا هاي طريق وما عندي تحامل على أهل السنة ويعلم الله إن كسرت قلوبنا لما جرى على عوائلهم في الموصل مو بيدنا إحنا بيدنا رحمة مو بيدنا إحنا الشيعة أهل البيت دين الرحمة لما شفنا العوائل والأطفال والنساء في الموصل والعنبار وكذا من قهرنا ما نملك ما نملك إلا نواسيهم ونساعدهم والشيعة من كل مكان جمعوا مساعدات وكذا وهبوا إلى أناس يخالفوهم في المدى هذه طريقتنا لا نغير ولا نبدل ما عدنا تحامل على أهل السنة ولكن نذكر حقائق بالأرقام الآن هذه الآية الكريمة أسألك بالله راح أخليك أمام حقائق أساتذتي وأخواني العارفين والدارسين والقارئين يعلمون قد يكون أحسن منه وقد أكون أنا كناقل تمر إلى هجر ولكن وظيفة المنبر منبر سيد الشهداء هذه الآية اسمع التفسيرات وأسألك إشقال الطبري في التفسير الكبير يقول الطبري هاي الآية ما نزلت ما إلها سبب ما إلها سبب لا إلها سبب يقول قصة ما إلها نعم قصة محدودة مثل الآيات ما إلها صح ولكن تقول ما إلها سبب هاي خطيرة وراجع التفسير يقول ما إلها سبب يعني سبب نزول كقصة لا هذه خطيرة زين بعدين شي سوي يجير القصة المن المصلحة وراح تشوف الآن هتلا تقول أتحامل هاي كتب وأتمنى واحد يراجع وراي أزيد أنقص أغير يحاسبني لأن هاي مسؤولية هذا مو منبري ولا منبري أبي هذا منبر الإسلام هذا منبر رسول الله أهل البيت عليهم سلام الله هذا المنبر دم الحسين الطاهر الشريف فما يصير واحد يتقول أو يكذب أو يغير نعم شي يقول لهذا يقول ما إلها قصة ماكو سبب نزول فهي حتى لا أقول أنه قال عن رسول الله وكذا أسمع شي يقول يقول آراء واحد من الآراء أنها نزلت في أبي بكر ليش يا طبري ليش بأبو بكر شنو قال لأنه القرآن أمر المؤمنين هو القول قوله أنه المؤمنين قال هم كونوا مع الصادقين وبلا شك والقول له أنا أكرر أخلي فواصل لأن يقطعون الكلام يقول بلا شك أن أبا بكر كامل الأوصاف ما أحد اجتمل يقول من الصحابة على إنسان كامل الأوصاف من القطى والخطيئة والذنوب هي معصوم هو ما يقول معصوم إذا هو معصوم قصد زين إلا أبو بكر فهو القرآن قال كونوا مع أبي بكر هذا واحد ثاني هو يقول ويرجح طبعا لاحظ وراجع وراي يقول لا أبو بكر وعمر يعني لأنه أكمل أوصاف الصحابة من طبخة عليهم فأبو بكر وعمر هاي الآية نزلت بهم ويقول ماكو قصة بس شوفوا شون جيرها وسوالها قصة باوا طيب بالبداية قال ما لها قصة جيرها وسوالها قصة من عنده بلا حديث ولا دليل من القرآن الدليل يقول شنو الدليل بعد أبو بكر وعمر يقول لي أنه أبو بكر استشهد هاي الآية يوم السقيفة صحيح واستشهد بها صح بالرواية أبو بكر استشهد بها بس منه اللي كان قاعد حتى يرد عليه أحد قاعد يهم بس سعد بن عبادة عارفهم واحد عارفهم رادي دوسون رادي فرباء وقصة مشهورة الإمام علي ما موجود عبد الله بن عباس ما موجود العباس ما موجود فإن كنت بالشورى الإمام علي على سلام الله فإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربة ملكت أمورهم فغيروا كأولى بالنبي وأقرب شا تقول الشورى أهل الشورى إحنا أهل الشورى ما قاعد وإذا تقول إحنا شجرة النبي محمد صلى الله وإحنا شجرة إحنا قال تمسكوا بالشجرة الإمام علي قالوا وضيعوا الثمرة أنت شلك بالشجرة تريد الحطب مالهات يتحرق نار على باب فاطمة شلك بالشجرة أنت الثمرة إحنا ثمرة النبي إذا أنت شجرت إحتاج شي حتاج أبو بكر قالهم قالهم لقد أمركم الله بالتمسك بنا قال إحنا للبقراء المهاجرين إذا قال الصادقين في الآية واستشهد بها إحنا المهاجرين إحنا إليه الصدق وإنت شكالكم قالهم الأنصار اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شون تجهير شون لوي لعنق الدليل بس ما حد موجود يريد عليه على كل حال وغلبت الرجال والسيوف والرماح وتحكي أحرق دارك وعلى بيتك وعلى أطفالك وهذا مشهور الروايات إذا ما رد أفوت بالموضوع على كل حال يقول فبما أنه أبو بكر استشهد بها أبو بكر يقول يعرف مواطن التنزيل هاي من عندي يعني يعني يعرف مواطن التنزيل وأن نزلت فهي يبقلهم هاي الآية شفت التجهير زين بعد يقول لك وقول لا بأس بي بس ما يعتد بي يقول نزلت في كل أصحاب الرسول كلهم كلهم يعني الوليد بن عقبة الفاسق ابن الفاسق هذا مشهور هو المنافح حاطب بن أبي بلتع أم من الصادقين على كل حال بعد راح أجي أخليك بعد أنا جاي أسعد بالخطورة شوي شوي راح أخليك أمام رأي خطير هو ذكر يقول أكو رأي ويعتد بي أيضا يقول الأمة يقول وكونوا مع الصادقين كونوا مع الأمة ليش اسمع بالله أسألك بالله أسألك بالله شي يقول اسمع لي صلوا على محمد يقول نحن نؤمن والكلام للقرطبي نحن نؤمن أنه لابد من وجود معصوم في هذه الأمة هذا مو شيعي هذا القرطبي يتكلم يقول قال غيرنا يقصد منه يعرف بالشيعة قال غيرنا حتى ما يذكرهم أصلا ما يستحقون يعني اسم قال غيرنا أن في الأمة معصوم فرد واحد كامل الأوصاف هو الصادق المصدق الذي صدق الرسول وينشر بعد الرسول يقول وهذا ما نؤمن به وهذا ما عليها دليل وأصلا واحد كامل الأوصاف معصوم ما موجود بالأمة بس هو بالبداية شكال واسمعتني شكال قال أبو بكر كامل الأوصاف وعمر كامل الأوصاف بس لما الشيعة قال والإمام علي عليه السلام الله كامل الأوصاف دخلوا انذار طوارئ دخلوا صارت مشكلة لا يقول الأمة ما بها جم من المعصوم أنت تقول لا بد من وجود معصوم يقول المعصوم هي الأمة بأكملها يا الله تعالى لا استبعادكم صار من التفاهة قول لي أن حطاط الكلام بمكان لا يرد عليه أصلا ما يستحق الرد عليه أي أمة معصومة متى عصمة يوم أحرق باب فاطمة كانت الأمة معصومة يوم كبلوا الإمام علي عليه السلام الله 25 سنة و 26 سنة كانت الأمة معصومة بعد وين معصومة وين ما في مشاكل عثمان كانت الأمة معصومة في تغييرات عمر وما يقولون غير معصومة في حرب الجمل كانت معصومة الأمة لما قادت عائشة بن أبي بكر وقتل 26 ألف إنسان كانت الأمة معصومة لازم على رأيه في يوم صفين كانت معصومة في يوم قتل الحسين عليه السلام الله الصبت المبارك كانت الأمة معصومة لازم بكون معصومة ولهذا أرىهم موجودة إلعن يزيد ولا تزيد هذا في أشد الأقوال غيرهم ما يجيز لعن يزيد ولحب هاي جمع السيد عبد الرزاق المقرم في كتاب مقتل حسين آراء فقهاء أهل العامة في مسألة يزيد بعامهم يقول خلاص يعني صار خطأ وحسناتها أكتر من سيئاتها ومن هذا الكلام فمتى كانت هذه الأمة المعصومة بعد والكلام كثير حقيقة ولكن أرد اختصر يجينا البخر الرازي البخر الرازي هذا يسموهم وإمام المشففين هنا عندنا منهم عندنا المحقق الحلي عندنا محققين والحال أن التحقيق ليس مثل التشفيق التشفيق سهل يا أخي يا سواحد يجي يقول قتل الحسين على هذه الطريقة وما يريد لها علم هاي وما يريد لها دارس هذا ومتفق قاري تاريخ وكاله ما يحشى يهدبها ويروح قتل ما تفضل جناب الشيخ تزال لها غير التشقيق بصير يجي واحد يستلمها منه يستلمها ما أقول سيني ما لدي يستلمها الشيعي جاهل ها أنتم إن شاء الله أربع مقامة يسلمه وقالي والله ما يقول يا أخي هذا التاريخ السهل لا ما يريد لها بس التحقيق يريد لها تحقيق يريد لها علم ويريد لها معرفة تسمى الفقر الرازي إمام المشككين بكل شي شكك تدري شي يقول هذا الفقر الرازي أي من يرى أنها أن هذه الآية تخص أبو بكر ويحط عليها أدلة ويأتي إليها من هنا وهناك وهو قد شكك بكل شي شكك بكل شي وما أردى أبحث للي يريد لي بحث لأنه عندي غير كلام أردى أخليك أمام حقيقة خطيرة جدا ولكن تعيرني أسمعك يذكر محمد رشيد رضا أنت أسمع هذا القول محمد رشيد رضا هو تلميذ محمد عبده عالم سني أزهري مفسر تفسير اسم المنار شي يقول اسمه لما يتعرف إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهذا الكلام أنا مسؤول عنه موجود لتفسير المنار محمد رشيد رضا شوف سمعه وقارن هذا القول مع من إذا الشيعة قاعدين هم شي قول شي يقول يقول وقال الكرخي وهو إمام من أئمة الأحناف ترى سنة بغداد كلهم أحناف لا واحد ما يدري سنة بغداد أكثر سنة العراق وخصوص بغداد أحناف سنة مصر صحيح شافعية ولكن يقر عندهم المذهب الشرعي بالأحكام والقضايا مذهب أبي حنيفة ودائما نشوفونها بالأفلام المصرية وقال دائما على كلها وهو أوسع انتشارا يعني بين المذاهب السنينة شي يقول الكرخي إمام من أئمة الأحناف يقول إن الأصل إن الأصل يعني في الدين هاي في الدين من عندي هو ما مذكوره بالنصف في الشرع إن الأصل هو الأخذ بقول أبي حنيفة إذا وافقه كتاب وسنة إذا القرآن يوافق قول أبي حنيفة والسنة النبوية فبها ماشي الحال يعني زين وإذا لم يوافق كتاب ولا سنة أول الكتاب والسنة على قول أبي حنيفة يال ها وأدري بها خطيرة كلمة مسؤولة وفضائيات الآن يسجل هذا المجلس وهو حاسب عليه تحراج محمد رشيد إذا ردي حاسب محمد رشيد ومحمد رشيد رفا الرجل قال قال الكرخي من أئمة الرجل ألقاها وما اعتراض ماكو اعتراض من محمد رشيد رفا تلميذ محمد عبدالي هو محنافي أيضا يعني يعني ردي يقول شوفوا المجد ما أنا وين وصل الأصل الأخذ بقول أبي حنيفة الدين أبو حنيفة فإن وافق الكتاب والسنة هاي هاي تمام إذا قول وافق الكتاب والسنة وإن خالفه إذا الكتاب يقول غير شي والقرآن يقول غير شي إلا إن سنة النبوية أول شوفوا المخرج يعني شوفوا المخرج يتوافق كما يقال ما أعيد فقيه أول الكتاب والسنة على قول أبي حنيفة لا تخطي يعني الدين مو من الله الدين مو من رسول الله لا الدين من ين من أبو حنيفة شكت خطير هذا القول ها يعني هسا بعد بعد على شنو أنت جاي تقول لي أبو بكر وعمر أردربط هاي السالة على شنو تقول لي أبو بكر وعمر من أول قول هاي الآية نزلت في أبي حنيفة وخلص خلصنا من أول هاي بحق أبو حنيفة أو هذا فقيه وكذا أو صافك على قبل لا قاعدين نحمل نحن ممارات نستحمل عقائدنا مع الأسف ولهذا أنا أقول خطابي مو طائبي أنا خطابي صريح أنا في كل مكان أنا هيقرأ حتى في مكة يعلم الله الأخوة اللي يجو ويانا إلى مكة تسعة طعش سنة أنا أقرأ العزاء في مكة هو هذا العزاء ما غير هو هذا العزاء يقبل يقبل ما يقبل كيف لو شيعي قال الأصل في الدين قوله علي وهو علي العلي سلام الله وهو أمير المؤمنين وهو أبو الحسن وهو علي مع الحق والحق بعالي وهو القرآن مع علي وعلي مع القرآن وهو وارث علوم الأنبياء وهو 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 وعدد في صفات أمير المؤمنين لنردكحل المجلس بمن قبل الإمام أمير المؤمنين نستجلب بها رحمة الله ليرفع البلاء والوباء على محبته صل على محمد وآل محمد قال أمير المؤمنين في رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان عليهم لعائن الله قال لن نبي المختار ومنكم الكذاب ومننا أسد الله وأسد رسوله ومنكم أسد الأحلاف ومننا منه سيدة النساء الله يا أخي والله عظم الإمام جاء يفتخر بفاطمة وأي مبخر أعظم من فاطمة الإمام مو أنا وأنت الإمام علي يفتخر بمن ومننا سيدة النساء ومنكم آكلة الأكباد بعد بعد ومننا سيداء شباب أهل الجنة الله ومنكم صبية النار في قصة مشهورة لأبي معيط عليهم لعائن الله من بني ومي لما ذبح النبي بأمر الله من أسرى بدر بس واحد ذبح قال له كلهم دول تعفوا عنهم بس هذا الله يريده اليوم جبرايل واقف يمر رسول الله عقب ابن أبي معيط عليه لعائن الله لي كان يؤذي النبي ويسبه في عرضه فهذا لما عرض على الذبح جزع قال له من للصبية يا محمد صلى الله عليه قال له من للصبية عندي أولاد صغار فقال رسول الله لهم النار حتى أولادك بالنار فسموا بصبية النار قال له مننا سيداء شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار في كثير اسمع اسمع في كثير مما لنا وعليكم واي قال له شي خلصها المناقب ومثالبكم شي خلصها أنتم بني ومي أجل الله سامعين من ذكرهم في كثير مما لنا وعليكم بعد بعد ولو شاء تحدث عن نفسه لذكر ذاكر فضائل جمه تحبها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السادة جربت نفسك الحديث يعاد عليك يا أخي مرة مرتين ثم من من أهل سالفة يعني بس في مناقب أهل البيت وخصوص خصوص سيد العترة بعد رسول الله مولانا الإمام بعد تسمحها مرة والمرتين والعاشرة والعشرين مثل القرآن حديثهم مثل القرآن لا يمل تحبها قال له كلامنا تحبه قلوب المؤمنين ولا تمجه آذان السامح لو إحنا قالين الأصل في الدين أخذ بقول علي وإن خالف علي عليه السلام الله القرآن والسنة يؤول شوف لك في التخريجة ومشي القرآن والسنة شاقامت الدنيا وما قعدت وهذه الفضائيات المأجورة بس هاي شو ما حد يحكي بها هاي ما حد يحكي بها ليش هاي خطيرة لو مو خطيرة فقولوا أبو حنيفة هو مصداق للآية وخلصونا بعد نعم أجي إلى أقوال أهل البيت لسه أخوه شفت التحيل قال ما بها قصة سوالها قصة الطبري وجه دعم الرازي لشكك بكل شي وثبت هاي وجه محمد رشيد رفو جاء بالنهاية القصة عن من عن الكرخي وهكذا هو هاي القصة ما رد استعرف هنا زين قول الإمام محمد الباقر طبعا اجماع أهل البيت بلا شك وأنا مسؤول عن هذا الكلام اجماع أهل البيت أنها نزلت في بيت رسول الله محمد أن هذه الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نزلت في أهل البيت قال الإمام محمد الباقر عليه السلام الله كما في رواية الكافي الشريف قال كونوا مع علي ابن أبي طالب سلام الله عليه أبا الحصن قال هو مصداق صادق تجي شبهات تاف أحيانا سخيفة بس سنتعرف ليسوا على وجه العجالة قال القرآن يقول الصادقين وعلي واحد يا أخي ماكو شكال علي عليه السلام الله والحسن موجود يا أخي والحسين موجود نفس الفترة عاشوا وزين العابدين شنو أدرك ماذا أدرك جده أمير المؤمنين كان عمر سنتين وقيل أربع سنين فيه روايات مشهورة أقلها سنتين وأكثرها أربع سنين يا أخي هذولا مجموعة الصادقين هم تنازلا والقرآن الكريم يذكروا الجمعة ويريد به الفرد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وما كان المخبر إلا واحد واحد بس واحد قال إن الناس قد جمعوا لكم واحد بلغهم والناس بلغهم قال عظم الخبر بمير الجماعة وهذا وارد تفسيرهم وتفسيرنا شاء ليش لما أصير يمي الإمام علي قالوا كأخوه قال وكونوا مع الصادق ليش هل بلاغة القرآن على كل حال فأقوال متهافتة ما ما تستحق واحد يتعرض لها نعم وفي هذه الليلة هذا اليوم نتعرض إلى أناس مشوا في طريق الصدق والأمانة والإخلاص والتفاني لآل بيت رسول الله فدخلوا التأريخ من أوسع أبوابه كثيرون مو واحد واثنين ولكن عادة عادة هذه الليلة تخصص إلى مولاتنا أم البنين عليها سلام الله نعم ما كانت موجودة في كربلا فأجرت الشيعة إعظاما وإكراما لها أن تكون لها ليلة خاصة سأزيدك بعد عندنا عادات حلوة في كربلا المدينة المقدسة في الضريح المبارك لما تزور الإمام الحسين وتطلع تزور حبيب ابن مباهر ليس دي شيخ الأنصار إن شاء الله نخصص لليلها في ليلة العاشر إلا إن شاء الله لما تزور حبيب تخلص يتطلع من باب القبلة أكو باب كبير مزدود مغلق وشا تدين عليه قطع خبر والناس متجم وروا علي هذا اللي نعم يقرأ بيات نعي هذا اللي يقرأ زيارة وتبكي العالم على هذا المكان يسمونه يسمونه باب أم البنين نعم واحد يقول لي ما أجد الكربلا ما أجد كربلا ما عدنا شكال ولكن ما تستحق في ظريح الحسين قدمت أربع أولاد ما تستحق مكان إيش دعوة مستكثرين عليها هاي الشيعة اللي يقولون شنو خرافات وكذا يا أخي مكان رمزي هسا مو جامعات جاي تعطي الدكتوراه فخرية لرؤساء دول جهلة ما يعرفون يقرون يكتبون مو صحيح يقي مو فلان وفلان يجل منبر الحسين عن ذكر اسمائم أعظم الشهادة أدخذوها ما يعرفون قراءة أو كتابة يقي ملك السعودية عشرين شهادة دكتوراه عنده ما يعرف يقرأ شايفين قرأ عربي ما يعرف قد تستكثر على أم البنين مكان رمزي تشريف فخري لها عن موقفها العظيم مع آل رسول الله هذه أم البنين عليها السلام الله ارفعوا حوائجكم إلى الله يا الله اللهم نسألك بصدق وأنت تعلم ما في قلوبنا لهذه السيدة الطاهرة الجليلة لهذه الإمرأة التي نعم عندما خطبها أمير المؤمنين من أهلها اشقلت للإمام اسمع قالت لها عندي شروط للدخول إلى بيتك يا أبا الحسن هناك واحد يشرط على الإمام علي أي نسب أشرف من هذا النسب قالت يعرف طهارتها يعرف ها اشقلت لها قالت لها أولا أنا أدخل لهذه الدار خادمة يعني زوجة ولكن مو بعنوان زوجة ولكن بعنوان خادمة ليش قالت أريد تعير انتباهك بس هو يا ها لأنه شنو هذا البيت بيت فاطمة فالزوجة الثانية بالعادة ش تكون تكون بديلة للزوجة الأولى مو صحيح الجاري فقالت أنا أكون بديلة لفاطمة لا فأكون خادمة لبني الزهراء ولكن زوجة ولكن بعنوان خادمة أي عظمة هذه بعد قلت لبدل اسمي اسمها فاطمة أجمل اسماء غير اسمي أكو عندنا رواية أن أبوها أن أباها عفوا كان يسميها أم البنين بس المشهور لدينا إدمام علي غير اسم ما أم البنين ها رواية يقول إن شافت رؤية وكذا وأبوها عبرها قال رح سير عندك أقمار أربعة فأنت أم البنين ولكن معول على أن الإمام قالت لغير اسمي ليش قال هيدري الإمام قالت لأنت تناديني يا فاطمة الحسن والحسين يسمعون اسم يا زهرة يا مولاتي يا زهرة أسأل أنت أسألك بالله بس تسمع اسم فاطمة ترق من كيف أي شي يسمع اسم فاطمة يذكر الباب الجدار الجنين النار أحرقوا بيتها هكذا تذكر أولادها الذين ذبحوا عطاشها على شاط الفراج مو بيدك هذا بدمك معجون مو بيدك من أمك من أبوك من أجدادك من جداتك بالجينات بالدماء قالت لبس يسمعون اسم أمهم ينقهرون يتأثرون وأنا لا أريد أن أدخل أذن على قلوب بني الزهراء غير اسمي يسمي أم البنين الله أعظمها أمير أكبر شأنها لما شاف هذا الاندفاع فأم البنين عليها سلام الله كما يذكر السيد المقرم ربوان الله تعالى علي يقول صنعت قبور رمزية بالبقية الله تروح البقية بقية بالماس نشعل شمعة البقية أنا وياك يم قبر أم البنين ما أجور عندك دمعة ما شاء الله جاهزين للعزاء هذا العزاء أو هذا الذي يريح قلب الزهراء كانت تصنع قبور رمزية تصنع قبة صغيرة تقول هذا قبر ولدي عبد الله وهذا قبر ولدي عون وهذا قبر جعفر وهذا قبر قمر العشيرة بالفضل العباس تريد سوي تعزية مثل جنابك تصوير تصوير للتاريخ بعدين ش تسوي تبكى على أولادها لا عندها مصيبة أعظم تنشغل بيها تدير ظهرها لقبور أولادها وتصنع قبة من التراب كبيرة تقول هذا يا قبر ولدي الحسين رحم الله المنادي أيوة حسين يا باب الله ثم تهيل التراب على راسها وهي تنادي وولدا وحسين يا 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 لما وصلت قافلة أبي عبد الله السبايا إلى المدينة قالت العقيلة عم علي ما هذه المدينة طولي شوية استعالي العزاتر وشوف عندك دمعا متجاوب ما شاء الله قال عم زينب هذه مدينة جدنا ليش زينب ما عرفت المدينة لأن زينب تغير عليها كل شيء بعد الحسين كل شيء تغير عليها حتى المدينة قالت عم علي لا تدخل المدينة على حين غر من أهلها ولكن ابعث في المدينة من يخبر الناس بما جرى على أبيك الحسين وعلينا شعف بشر بن حد لم قال رحم الله باك كان شاعرا فهل تجي للشعر قال والله إني لشاعر قال فانع الحسين ببيتين من الشعر دخل بشر هذا محب يش سوى ألقى عمامته حل إزار جبته احتفى صار يهرول في المدينة وهو يلطم على رأسي ذحاف فقره ياهي وهو ينادي يا أهل يثرب ياهي 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 ليش قدل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج والمدينة 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 منه على القنايات يدار سئلوا الناس شنو صاير يا بشر قالهم الخبر عند قبر رسول الله وقف عند قبر النبي يقول رأيت امرأة طويلة القامة وقهور على متنحة طفل صغير قالت يا ناعي بالله عليك من تنع لقد قطعت نياط قلبي قال لي رجل بالله عليك هون عليها ترى هذه أم العبا قتل لها أربعة أولاد يوم كربل قالها عبما الله جري بجعفر وعاين تقل للكل فد الحسين يرأ الله حافظ ما شاء الله عليك تقل للكل فد الحسين يرحون قالها عبد الله غدا وياهم فرد كون انتو وت ود قول قلي بعزة المختار بعد قل هنشتال نشتال عبا يا 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 اش تقول لين التوت وتقول قل بقرة العين أنا ما سألتك عن أولادي لا تجاوبني أجبني عن الحسين يا بشر عندك ون ساعد نيم والله بيش بيش اودق على رأس وصاح يا حسين بيش اودق على رأس وصاح يا 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 ما شاء الله يا 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 حسين خوش عندك دمعه شوف الفاطمة نتوجه هم والبنين توجهت للزهرة هي تعرف خبرها وين شو تقلها تقلها يا فاطمة يا فاطمة قوم للميادين وشاهدي حال صدر عزيز زي حسين تقلها نحكي على أولادنا نبكي على أولادنا ولكن من يبكي على الحسين أقول سيدتي الآن المعمورة كل الأرض تبكي على الحسين الآن السماء تبكي على الحسين هذا جزاء الصادقين أبو عبد الله اتقل احنا مهات أولاد حيين عن نوح بن فاطمة وين عن نوح بن فا يا طمة طلبوا مني أخوان قالوا كثرنا العزاء اليوم لأن أم البنين هذا يوم بالسنة أقول دخلت زينب إلى دار ربيع عبد الله قالت للجارية لا تدخل علينا امرأة إلا أم ولد ومسبيع فإن أنا سبين كما سبين هنا طريق الباب قالت الجارية من بالباب قالت تقولي لمولاتك أنا شريكتها بالمصاب دخلت الجارية قالت مولاتي سيدتي زينب هاي امرأة وقور ما تكذب هاي عليها الوقار والهيبة ولكن وياها طفل صغير وتقول تقول أنا شريكة زينب قالت زينب والله ما تقول هذا إلا أم البنين شنادت بالله وياها طهر عراقي حزين تقول لها قوما 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 يلفو واطم فكّن الباب الله ما شاء الله عليك هني أليك بالله قوما يلفو واطم فتحن الباب الباب أو تلقى يا يد شريكتنا بالمصاب هاذ أم البنين ونسل الأطياب أم البنين لما شافت زينب نسيت أولادها نسيت حتى قمر العشيرة مع جلالة قدره ايش صاحت ما صاحت على أولادها أريد وين ده أم البنين صاحت وولدها أهوى حسيد زينب تردلها الجميل إيش صاحت صاحت وأخا وعباس أولي شلون أم البنين صاحت صاحت آية حسين يا ابن الروح راحت آية حسين يا ابن الروح لا تدعوان ني ويكي أو وأم البني تذكريني بليوث العرين أربعة مثل نسور الربا قد جاولوا الموت بقطع الفتين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله لجاوب ونقبول يا الله نتوجه جميعا بالدعاء مع هذه الدمعة مع هذه الخشوع وعدنا وسيلة شريفة توسل محمد وآل محمد عليه السلام الله وبالخصوص أم البنين يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اكشف كروبنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين يسر عمورنا للدنيا والدين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين خصوص من كان في مجلسنا مريض أو لديه مريض ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء نذكر بعض الأسماء أخواننا لهم حق علينا هنا موجودين بعضهم بالعراق بعضهم في السويد وآخرين في كل مكان كلفونا بالدعاء منهم السيد أحمد الشرع أخونا اللي خادم في هذه الأماكن وكذا في حالة من المرض أخونا السيد علي طاهر حبيب أيضا يسألكم الدعاء وفي حالة حرجة من المرض أخونا الدكتور علي في نياغارا طبيب والده طبيب في العراق يعني من المجاهدين في الصف الأول أيضا مصاب وإصابته رحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه جميعا أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب مضطر أما يجيب أما يجيب مضطر يجيب أما يجيب سلطانه إلى رواح المؤمنين والمؤمنات الحاضرين المؤسسين علماء الدين جميع السامعين جميع الشهداء خدام المولاد عبدالله وسير رحم الله ومن قرأ الفاتحة قبلها الصلوات